خمس علامات لو ليتهم في تليفونك ارميه وتخلص منه فورا العلامات دي بتدل على وجود اختراق بهاتفك المحمول تليفونك الشخصي هو صاحبك وحفظة أسرارك فليك انك تتخيل مقدار ما يحتوي تليفونك من معلومات شخصية مهمة بمن في ذلك رسائل، تطبيقات، محادثات، مباري دكتروني، وسجيل المكالمات ومواقع انت بتصفحها أو زورتها نهيك عند كله برضو الصور الشخصية وكلمات المرور العديدة وبرضو معلومات الحساب البنكي فبكل كأتأكيد بتعتبر حماية الهاتف من الاختراق خطوة ضرورية عليك القيام بيها عشان كده هنتعرف على خطوات والنصائح اللي عليك انك تتبعها وده اللي هنتكلم عليه في فيديو النهاردة والفيديو هيكون عبارة عن جزئين أو عنصرين الأول هيكون عبارة عن إيه العلامات اللي لو ظهرت في تليفوني تعرف انك مخترق الجزء الثاني من الفيديو هيكون إزاي يحمي تليفوني من الاختراق والتجسس عليه ودلوقتي هنتكلم على العلامات اللي لو لقيتها في تليفونك يبقى في احتمال كبير انه مختلف أول حاجة معانا النهاردة وهي بطء أداء تليفونك يعني بتلاقي التليفون بيستغلق تحميل تطبيقات أطول ووقت أقوال من المتوقع يجي تفتح التطبيق تلاقيه بياخد وقت عشان يفتح تلاقيه بيقفل يفتح حاجات دي بتدل على انه تليفونك ممكن يكون فيه نوع من الاختراق وبينطبق الأمر نفسه على تعطيل التطبيق بشكل عشوائي تلاقي التطبيق بيتعطن معك بشكل عشوائي لانا حاجة معانا هي استنزاف البطارية بسرعة بطاريات الهواتف الزكية بتخلص بشكل أسرع مع مرور الوقت ولكن إذا حدث ذلك فجأة فده ممكن يكون بيشير إلى وجود برامج ضارة ده عشان البرامج الضارة بتختيفي سرا في الخلفية ويبطي امتص مزيد من القوة لتحقيق هدفها الضار تالت حاجة معانا النهاردة وهي عند ملاحظة سخونة في الهاتف المحمول الخاص بيك يعني تلاقي التليفون الخاص بيك بيسخن وانت حطه في جيبك أو مش بتستعمله بدون أي استخدام ليه بيسخن رابح حاجة معانا لو وجدت ان هناك بعض المشكلات ظهرت في جهازك المحمول زي تكرار تعطيل التطبيقات أو تشغيل الجهاز بشكل عشوائي وبيفتح بشكل عشوائي بدون تدخل منك أو عند تكرار فقدان الاتصال أو إشارة خلوية يعني ليت الإشارة بتاعت الشبكة عندك بتختفي وتيجي لوحدها خامس حاجة معانا النهاردة وهي عند ظهور تطبيقات عشوائية على جهازك لتلاقي على الموبايل بتاعت تطبيقات ظهرت انت ما قمتش بتثبتها ده دليل برضو على ان ممكن يكون الهاتف بتاعك مخترق وبكده يكون خلصنا جزء الاول من الفيديو وهو ازاي يعرف ان الجهاز بتاعي مخترق ولا لا هنخش على الفيديو الجزء التاني من الفيديو وهو ده الجزء ده مهم جدا وهو ازاي احمي نفسي من الاختراق لانه حد يتجسس علي اول حاجة هعملها ان انا على مدار يومين او ثلاثة ايام او يوميا اعمل اعادة تشغيل للهاتف في شكل متكرر من اجل الحماية من التطبيقات الضارة تاني حاجة هعملها معي النهاردة وهي تحديث النظام يعني ايه تحديث النظام؟ الشركات بتاعت الموبايل بتاعتك بتبعتك تحديثات دايما للهاتف بتاعك لازم تحدثها اول باول ده امان ليك تالت حاجة معانا انك لازم تفكر كويس كدا قبل ما تدوس على اي روابط اللي تبعت لك عن طريق الفيسبوك او الواتساب او الديميل او اي مكان تاني وفي ختاما فيه برنامج مهم جدا لازم انك تتابعه معايا وتشوفه وفي الحقيقة هو مش برنامج واحد هي عدة برامج لكن برنامج النهاردة بيهدف الى حماية الهاتف من الفيروسات واللي بيتمثل جدار حماية قوي لمعظم الطرق اللي بيستخدمها المخترقون وهنعرض لكم افضل البرنامج دي البرامج دي انا بستخدمها شخصيا وهنعرض عليكم افضل برنامج دلوقتي وازاي نقدر نحمله ونشتغل عليه التطبيق ده يا جماعة تطبيق مهم جدا لازم تتابع معايا شرحه بالتفصيل وطريقة تحميله وطريقة انك تشتغل عليه ازاي التطبيق ده هيقدر اكتشف لي البرامج الخبيثة او التطبيقات الموجودة على الهاتف بتاعي المضرة بالتليفون بتاعي او اللي بتتجسس علي هسيب لكم لينك بتاعه في اول تعليق مسبت هتلاقيه عندك او تقدر تنزله معا طريق متجر بالاسم اللي احنا هنشوفه ده قدامكم اهو واسم التطبيق زي ما موضح قدامنا هو اسمه التطبيق ده شكل التطبيق وده اسمه على متجر لو مش هتنزله من الاول تعليق مسبت اللي هسيبلك فيه لو حاب انك تنزله من على متجر مباشرة هيبقى بالشكل والاسم اللي احنا شايفينه ده بعد ما نزلت التطبيق بتاعها هيبقى بالوجهة والايكونة اللي احنا شايفينها دي هفتحه بعد ما هفتحه هتفتح معي الوجهة دي هنتظر حد ما تحمل معي وبعد كده هضغط على كلمة جيت ستاردت الموجودة باللون الازرق الموجودة دي هيبدأ يحولني للوجهة اللي احنا شايفينها دي ومن هنا لو لقيت العلامة دي باللون الاحمر لازم افحص الجهاز فورا عن طريق الضغط عليها هيحولني للوجهة اللي احنا شايفينها دي هعمل علامة صح على العلامة اول خانة فوق دي وهنزل للاسفل لحد ما لاقي الجملة اللي احنا شايفينها دي وهضغط عليها بالشكل ده هيبدأ بقى يحولني للقامة دي اللي هيبدأ فيها التطبيق بفحص جميع التطبيقات والحاجات الموجودة على الهاتف بتاعك ولو في اي تطبيقات نضر اهو بيعد معنا هيعرضها لي ويقول اللي اغزلها بسرعة واي حاجات خبيثة موجودة على الهاتف بتتجسس عليها هيتم عرضها معايا طبعا هياخد معاك شوية وقت انتظر شوية وهرجع لكو تاني يكون حمل معايا او جمع لانه التطبيقات عندي على الهاتف كتير والموضوع ده هياخد وقت وانصحك برضو انك تسيب ولا حاجة ما يخلص خالص اهو مازال بيجمع معايا وزي ما احنا شايفين اهو معايا برنامج ممكن يكون سبب في اختراقي او الناس بتتجسس علي من خلاله طبعا هيعرض علي التطبيق ده بعد ما يخلص تحميل نهائيا اه وهيقول لي اقترح علي ان انا احزفه او اشوف انا هعمل في ايه وبكده يكون الفيديو ده بتاعنا النهاردة انتهى ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك معنا في القناة وتتابعنا وتكتب لنا اي تعليق لو عندك اي سفسار